السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيط ربوي جميع السيد والأستاذات تحيط ربوي جميع متتبعي قناة مطرشيد هنا في هذا الفيديو سنتعرف على اتفاقية عمل اتفاقية التي تنجز بين الأستاذ والجمعية السندي على أساس تقديم حصص الدعم المدرسي إذن بالنسبة الاتفاقية تتم بين الجمعية والأستاذ إذن فالجمعية هي مؤسسة سندي جمعية غير مديرة للربح ودات المنفعة العامة ومقرها بمدينة الدار البيضاء شارع عبد الرحمن بوعبيد الوازيس والممثلة في هذه الاتفاقية أمامكم اللي فيها التوقيع دي الأستاذ وجمعية السندي كتبها لكم التوقيع في الأسفل هنا في الأعلى هناك معلومات خاصة بالأستاذ يعني الاسم الكامل رقم بطاقة تعريف خاصة بالأستاذ ورقم تأجير ثم الهاتف والعنوان الإلكتروني ثم المادة أو المواد المدرسة ثم السلك يعني السلك ابتدائي أو إعدادي أو إلى غدلك ثم المركز يعني المؤسسة بنسبة الاتفاقية سنتعرف على الالتزامات بينها أو الالتزامات التي يجب على الأستاذ يلتزم بها مع هذه المؤسسة ويتم تقديم الدعم بمبلغ يعني تمانون درهم للساعة سنتعرف على هذه الالتزامات يلتزموا أو قبل ذلك الموضوع الموضوع الاتفاقية هو تتعامل جمعيما الأستاذ الموظف بوزارة التربية الوطنية بصفة أستاذ للدعم المدرسي للسنة الدراسية 2023-2024 هنا التزامات الأستاذ أن يلتزم الأستاذ بإلقاء دروس الدعم المدرسي في المكان بمعنى المؤسسة المدرسة أو المكان المحدد وحسب جدول الزمن المتفق عليه ضروري من وضع استعمال الزمن جدول توقيت المتفق عليه مع الجمعية ثم يلتزم الأستاذ كذلك بتوتيق نتائج دراسية والملاحظات ووضعها رهنة إشارة المؤطرين أي هناك مؤطرين خاصين بهذه الجمعية والأستاذ يقوم بتوتيق نتائج النتائج المحصلة عليها المتعلمين ويضعها رهنة إشارة المؤطرين ثم الأستاذ يعني يقوم بتصحيح الروائز تصحيح بعض الفرود المقدمة بمعنى الروائز تكون في بداية هذا الدعم كي نتعرف على نقطة القوة ونقطة الضعف عند المتعلمين هنا تصحيح الروائز بكل مسؤولية بمعنى تصحيح يتم تركيز على أنشطة ووضع النقطة المستحقة لكل تلميذ لتعطي الصورة الصحيحة لمستوى كل تلميذ إذن للخروج بصورة الصحيحة لمستوى المتعلم يعني لمستوى كل تلميذ يعني باش نتعرف على المستوى دياله الحقيقي ثم نقوم بدعم نقطة الضعف عند المتعلم ويلتزم الإستاذ مرة أخرى باستخدام الوتائق والتطبيقات التكنولوجية المعتمدة من طرف الجمعية إذن هناك تطبيقات للأبليكاسيون الوتائق المقدمة من طرف الجمعية يعني كتكون هناك من الصعب المستوى الواتساب ويتم إرسال مجموعة للوتائق يتم توظفها داخل القسم يعني داخل المكان الذي ينجز فيه الدعم من طرف والمنهجية كذلك المتفق عليها هناك منهجية متفق عليها من طرف الجمعية والأستاذ إذن والتي قد تستلزم استخدام هاتفه الخاص سمارتفون إذن يعني عرض مثلا بعد شريط أشريطة أو شريط فيديو لغا ذلك أو مجموعة من الوتائق أو الصور هنا نوظفه الهاتف الهاتف النقال يعني خاص بالأستاذ ثم هناك التزام الأستاذ باستخدام الواتع أقوى التطبيقات التزام الأستاذ باستعمال الهاتفه والتزام الأستاذ بحضور جميع الدورات التكوينية نقص الأستاذ يحضر جميع الدورات التكوينية المنظمة لفائدته واستعمال المهارات المكتسبة خلال حصص الدعم والتزام الأستاذ بالحرص على التواصل دائما ممتل لجمعية أي هناك ممسيقين خاصين بالجمعية يجب على الأستاذ دائما التواصل الدائما معهم في إطار مثلا منصة الواتساب التزم الأستاذ باتباع المنهج المتفق عليها مع الجمعية المحتوى والأدوات كذلك المقدمة من طرف الجمعية والتزم الأستاذ باتباع تدابير الاحترازية الموصد بها من الوزارة المعنية التزام الجمعية أنها تلتزم بتهيئة ظروف العمل ومساندة الأستاذ بالتكونات اللازمة وتلتزم الجمعية كذلك بتعويض الأستاذ على الساعات العمل المتفق عليها بمقدار 80 ديرها من لساعة عمل وتتكفل الجمعية بدفع جميع الضرائب المترتبة عن هذا التعويض يعني ما كانش الضاربة أو ما كان نخصوص الضاربة من هذه الثمانين درائب وهنا لا يحق لأي من الطرفين فسخ هذه الاتفاقية مع الحرص بكل مسؤولية على إعطاء إشعار كافية أه تحترم مصلحة التلاميذ دون عرقاتي برنامج الدعم المدراسي يعني لو يتيت تفسخ هذه العقدة تخبرهم بواحد شهرين على الأقل عاد يمكن تفسخ هذه العقدة هذه وبالتوفيق الجميع